السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا خدت دراسات في هولندا في التدريب اثناء الدراسات كان فيه بنتكلم على موضوع ازاي تنقل الكورة من ملعبك لملعب الخصم محتاج نوعية لعبة عشان تنقل الكورة من ملعبك لملعب الخصم محتاج لعب عنده رؤية عنده رؤية سليمة بيشوف بينقل الكورة بيلعبها صح لما هتتلعب صح لزميله الفرقة هتقدر تطلع وتروح الناحية التانية لكن لو عملها غلط والفرقة التانية قطعتها هنفضل مكاننا وراء فمحتاج رؤية كويسة وكمان بقى اللعب النادر قوي اللي يروح هو بالكورة يعني بدأ ملعبها عشرين متر لا يجري بيها عشرين متر مين اللعيبة اللي تقدر كيف اللعيبة قسارة القامة اللي عندهم سرعة تغيير الاتجاه زي هازرد لعيب البلجيكي هازرد يخدها ويجري بيها عشرين متر بدروا قبل كده فيه لعيبة كتيرة كده سعيد بالرحمة عنده الموهبة دي ممكن يكون مش جريئة على المرمى ممكن بيكون يخاف يكمل لو كورة مش معاه يخاف يكمل جواب 18 يعني ما عندوش الشهوة ان يسجل هدف لكن الموهبة اللي عند سعيد بالرحمة دي مش موجودة في لعبة كتيرة مش موجودة في ولا لعب في وسط ملعب واستهام عشان كده لما أول الموسم عايزين ردوا للبيع أنا قلت ده مظلوم مفروض ديفيد موسي استفاد بي وسبحان الله ده غالبه أول مباراة ما كانش بيلعب من تاني مباراة ابتدى بيه كان نجم الفريق مبارح سجل هدف رائع في التكملة الحمد لله بيتحقق كلامي ورؤيتي بفضل الله موسم الفات برضه رياض محرس ابتدى عبدك كتبت قلت الرياض بيحرس من أحسن لعيبة في العالم عنده برود بيسلم الكورة يقدر يوصلك لجون ويقدر يجيب جون بسهولة فنسألت لي لا يا كابتن ده فيه لعيبة أحسن منه ليه حق جوارديولة ومش ليه حق جوارديولة مع الوقت لما يبتدى يلعب أساسي بقى هو هدف الفرقة بقى هو هدف الفرقة الحمد لله الواحد رؤيته بفضل الله بتبقى سليمة وسعيد بالرحمة أكد رؤيتي دي الحمد لله اعمل لايك في الفيديو شارك في القناة شكرا شكرا شكرا